كنت حاب نعلق أمس على الحقيقة الخبرك كان عجبني كثير وهو التكريم الذي تعرض أو الذي حظي به أخونا المحامي بادي كانت هناك مبادرة من أحرار الشعب الجزائري قدموا له وسام الحرك كما سموه وسام حرك الشعب الجزائري وهذه في الحقيقة مبادرة رائعة فأخونا المحامي أحد أكثر المحامين اللي لم يكن أكثرهم على الإطلاق اللي دافع على المعتقلين وعلى الأسرة على الزوطاج في الحقيقة على الرهائن اللي أخدمت العصابة على اعتقاله ابتداء من نهاية أوريل وكان يدافع بدون الغالب يعني بدون مقابل اللي لم يكن دائما بدون مقابل وأيضا بدون النظر إلى الشخص من هو إيديولوجيته كل هذا لا يعنيه إنما دافع عن الحق دافع عن المظلومين وهذه في الحقيقة هي صفة الإنسان السوي المستقيم هو أنه لا ينظر إلى خلفية الشخص أو إلى إيديولوجيته أو إلى فكرته أو حينما يعتقد أنه مظلوم فهو يدافع عن المظلوم فحي الله الأحرار كلهم وحي الله أخونا المحامي الفاضل وأيضا إخوان المحامين وهم عدد لا بس به من المحامين والمحاميات في الحقيقة الرجال والنساء اللي وقفوا وقفات جبارة وقفوا وقفات هائلة وقفوا وقفات حقيقة تبعث الصرور في نفوس الجزائريين كلهم وهي أن هناك من المحامين أحرار يقفون وأحيانا من وقتهم ومن جهدهم مع المظلومين فأردت أن أشير إلى هذه أيضا في تبادل الزيارات إلى خونة المجاهد عميد الأحرار أو عميد الأسرى المحرارين في الجزائر هنا الكبير الأخضر بورقعة واللي في الحقيقة قيل لي أن البيت بيته يعج بالزائرين والمباركين وكيف لا وهو الذي صمد وكان بالإمكان لو أراد أن يجد معهم حل وأن يخرج لكنه صمد وصمد إلى غاية أن أطلق الصراحه دون قيد أو شرط وإن كان طبعا هما حبوا يعطولها هكذا بعض الفورمانت عنه ما زال فيه من يشعر في مارس كذا هذا كله التمويه يحاولون يحافظوا شوي على ماء الوجه للقضاء المجرمين لأقدموا على اعتقال هؤلاء الأحرار فكل واحد قال لك راح يشارع في النهار الفلان ونهار الفلان فيما لا أشترع لهم عارفين باللي ما شح يكون